ومن يغفر الذنوب إلا الله هذا يدل على أنه وحده تبارك وتعالى المرجو المتوجه إليه بغفران الذنوب فلا يحتاج العبد إلى مكاشفة مخلوق النصارى يذهبون إلى القسيس في غرفة الاعتراف وهذا الشيء موجود إلى اليوم ويجلس أمامه الإنسان ثم بعد ذلك يذكر جرائره وجرائمه بالتفصيل ثم بعد ذلك يزعم هذا القسيس أنه قد غفر له وهكذا بعض أهل الضلال الذين يعطون من شاءوا سكوك الغفران فهؤلاء ضلال ولا يمكن أن يملك أو يمنح أحد المغفرة إلا الله عز وجل وللأسف يوجد في بعض بلاد المسلمين التي ينتشر فيها الجهل والتصوف وهذا موجود الآن تجد الرجل يكون تاركا للصلاة العمر كله ثم إذا مات جاء قريبه أو نحو ذلك بمال إلى كبير المشيخة ثم يجمع هذا الكبير يجمع أفراد المشيخة ويتحلقون حلقة ثم بعد ذلك يقول هذا القريب أو يقول الشخص نفسه إذا كان في آخر حياته مثلا قد ترك الصلاة في العمر كله أسقط عني صلاتي في حياتي فيأخذ المال كبيرهم هذا ثم يقول أسقطت عنك صلاتك في حياتك وإذا كان لقريبه فويسمي قريبه أسقطوا الصلاة عن فلان مدة حياته ثم يعطيه للذي بجواره فيقول مثل هذا ثم يعطيه للذي بجواره ويقول مثل هذا إلى أن يدور على هؤلاء جميعا ثم بعد ذلك يقولون سقطت عنه الصلاة ثم يقتسمون هذا المال بينهم هذا معمول به الآن للأسف في بعض البلاد من من ينتسبون إلى الإسلام فالذي يملك المغفرة هو الله ليس القسيس وليس المعمم وليس هذا الذي ينتسب إلى المشيخة فهذه تدل على عظمة أذى الدين